التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن تحقيق أهداف التكايف المناخي ومواجهة التغير المناخي ممكنة في حال توفر الإرادة الحقيقية لتحقيق ذلك وأكد أهمية توفر النية الصادقة لتعزيز العمل المناخي وترجمة ما يصدر عن الاجتماعات إلى واقع ملموس وخلال كلمته في افتتاح الشق الرئاسي ضمن أعمال قمة المناخ كوب 27 بشارم الشيخ شدد الرئيس السيسي على أن العالم بحاجة إلى مواجهة التغيرات المناخية وأثارها وما تسببه من خسائر كبيرة للبشرية وفي كلمتها أيضا وجه الرئيس السيسي نداء إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك معا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بضلالها على جميع دول العالم وأكد الرئيس السيسي أن اقتصاد دولنا عنا من تبعات أزمة كورونا والآن يعاني من هذه الحرب وعلى هامش القمة استقبل الرئيس السيسي عددا من زعماء العالم بينهم الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكران ورئيسة وزراء إيطاليا جوجيا ميلوني كما استقبل الرئيس السيسي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة سوناك إلى مصر وذلك في أول زيارة خارجية له مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبدل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تقديره لتنظيم مصر الناجح والمتميز للقمة العالمية للمناخ مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زيد النهيان عن سعادته بالمشاركة في قمة المناخ كوب 27 في شرب الشيخ وأعرب رئيس دولة الإمارات في تدوينة الله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تمنياته لمصر بالتوفيق في قيادة العمل الجماعي الدولي في مواجهة تغير المناخي الذي أصبح تحديا يستشعر خطره الجميع وأكد بن زيد أن الإمارات ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية في التقة النظيفة معربا عن تطلعه لاستضافة قادة العالم في كوب 28 العام المقبل نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فعاليات ندوة بجامعة النهضة ببني سويف ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها التنسيقية والتي تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع المواطنين وذلك لستطلع أرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر ترحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلق القضايا مع المتخصصين من كافة الانتجاهات كما استعرضت الندوة فعالية مؤتمر المناخ والتي تصدفها مدينة شرم الشيخ تجرى اليوم انتخابات التجديد النصفي للكوجرس الأمريكي حيث يختار فيها الأمريكيون كل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 نائبا ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو وحكام 36 ولاية من أصل 50 ويكسف الديمقراطيون جهودهم للحفاظ على سيطرتهم على مجلس النواب والحصول على الغالبية في مجلس الشيوخ وذلك لتمرير مشروعات قوانين وخطة الرئيس جو بايدن ودعم سياساته فيما يسعى الجمهوريون بكل قوة للسيطرة على الكونغرس بمجلسه وإسقاط الأجندة التشريعية للرئيس الديمقراطي رفضت كوريا الشمالية اتهام الولايات المتحدة لها بتزويد روسيا بقدائف مدفعية لاستخدامها في عملياتها العسكرية في أوكرانيا ووصفته بأنه لا أساسا له ويأتي الموقف الكوري الشمالي في خضم توطرات متصاعدة حول شبه الجزيرة الكورية بعدما أجرت بيونج يونج سلسلة تجارب صاروخية شملت أحدها إطلاق صاروخ فاليستي رضا على منورات هي الأكبر على الإطلاق للقوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية نهاية مجز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل